السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم جينا في فيديو فيديو هيك على السريع الفيديو هذا بقول إنه في عنا في هواتف شاومي بعض هواتف شاومي في تحديث إصدار معين في مشكلة في عملية بعض الأجهزة وإشهي المشكلة خانا نتعرف عليها عد معي أول حاجة أبلغ مستخدمون شاومي إنه في عندهم مشكلة في بعض الأجهزة وهي بوكو أفتري ريدمي نوت عشر برو وريدمي نوت عشر أس وريدمي نوت تسعة هدول الأجهزة أبلغ المستخدمين إنهم فيهم مشكلة وهي المشكلة متمثلة في الآتي بيجي الإشعار الإشعار بيجي يجيك رسالة بيجيك إشعار بيجيك أي حاجة من أي من فيسبوك من واتس أب من أي حاجة إيش بيصير في الجهاز الشاشة بتعمل إضاءة بتضوي وبتعاود إيش الجهاز بيضوي بعاود إيش يطفي تاني تمام يعني إضاءة وبعاود إيش الجهاز يعني بيشتغل الشاشة بعد تعاود الجهاز إيش يطفي فهذه المشكلة متكررة مع كتير من الناس ومبلغين الشركة والشركة شاومي أبلغت على عبر مدونتها الرسمية عن المشكلة هذه والمشكلة هذه بتخص الإصدارات الآتية إصدارات شاومي 12.5.1 و12.5.2 بخصوص الإصدارات الهندية للأجهزة اللي ذكرناها اللي هي البوكو أفتري والريدمي نوت 10 برو والريدمي نوت 10 اس والريدمي نوت 9 هذه الأجهزة فيها المشكلة هذه وشاومي طبعا أبلغت أنها تحل المشكلة في أقرب فرصة طبعا حل المشكلة معروف أنه سوف يكون فيه اللي هو إصدارات أخرى وفيه التحديث الجديد هيكون واصل لهذه الأجهزة لحلال هذه المشكلة اللي لاحظ هذه المشكلة عنده طبعا إصدارات الهندية كان فيها المشكلة إذا حد لاحظ فيها المشكلة يكتب لي في التعليقات وطبعا هي الإصدارات الهندية أغلبها مش موجودة عندنا إحنا موجود عندنا الإصدارات العالمية بكثرة والإصدارات الأوروبية موجودة والهندي هي موجودة مش موجودة بس يعني أخف من الإصدارات الأخرى وكان هذا فيديو اليوم وإلى اللقاء في فيديو آخر لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام